تواصل ميليشيا الحوثي تصعيد الموقف في اليمن بالقصف والاستهداف تارة ومحاولات خرق اتفاقات السلام تارة أخرى ففي الوقت الذي تعمل جهات دولية وأممية على إيجاد اتفاق سلام شامل للأزمة وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات تواصل الميليشيا تصعيدها من خلال استهداف الأسواق الشعبية والمستشفيات والمدنيين في المناطق اليمنية الآمنة في مشهد يعكس رغبتها في بقاء الوضع في البلاد على ما هو عليها آخر استهداف للميليشيات راح ضحيته عشرات القتلى والجرحة بينهم قائد اللواء الأول العميد منير اليافعي وأفراد من قوات الشرطة والمدنيين الذين سقطوا في هجومين شنتهما ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الهجوم الأول استهدف مركزا للشرطة يقع في حي عمر المختار بمدينة الشيخ عثمان بسيارة ملغمة بينما استهدف الثاني الذي تبنته ميليشيا الحوثي استعراضا عسكريا في معسكر الجلاء غربي عدن بوسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة بحسب ما أوضحت مصادره في ميليشيا الحوثي المتحدث باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع قال إنه تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى في عملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منظمة أطباء بلا حدود أكدت قيامها بإسعاف عشرات الجرحى من المدنيين وعناصر الشرطة اليمنية جراء التفجير أمام مركز الشرطة في حي عمر المختار فيما أكدت حدوث أضرار كبيرة في منازل المدنيين المجاورة للمركز وتكثف ميليشيا الحوثي استهدافها للأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني في البلاد في انتهاك واضح لجميع المواثق الدولية واستهامات من الحكومة الشرعية في اليمن للميليشيات بالسعي للقضاء على أي فرصة لسلام في البلاد